المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء هيلتقي النهاردة مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وذلك الوضع الترتيبات النهائية الخاصة بعيد العمال واللي سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد وهبالله الأمين العام لاتحاد عام نقابات العمال فمصر قال ان هذا الاجتماع بيأتي دائما قبل الحفل الرسمي لعيد العمال والذي يشهد رئيس الجمهورية لبحث المعوقات والمشاكل اللي بتواجه عمال مصر والسعي ليجاد حل لها وذلك قبل الاحتفال الرسمي بعيد العمال